اشتركوا في القناة برنامج للنسر المكتبي وهذه الأعمال مجلات كتب جرائد لكن اليوم بنعلق ذلكم الـQR جدا جدا أمر سهل جدا طيب نحتاج أول شي برنامج اندزاين ثاني شي عشان تجرب يكون عندك أي هاتف تضع أي برنامج مثلا أندرايد برنامج اسمه QR Code Raider تجدونه مجاني في المنجر حزمه تقريبا 3 ميجا طيب عشان ننجئ الـQR Code هذا نروح إلى Object طبعا أنا نشأت عمل جديد File New تمام بأي مقاس الآن نروح Object من ثم Generate QR Code Object Generate QR Code في Generate QR Code بيعرضنا القائمة فيها خيارين الـContent اللي هو المحتوى واللون لون المحتوى هذا أو لون الـQR Code طيب الـType هنا في قائمة الـType في 1-2-3-4-5 خمس خيارات خمس أنواع أول نوع رابط موقع وهو Weeb Hyperlink أو Plain Text نصي يعني محتوى نصي طبعا يكون محتوى نصي طويل أو رسالة نصية رقم الهاتف بعدين المسج أو رسالة أقصى شيء 165 حر أو أسفر أو الإيميل تكتب إيميل بعدين العنوان بعدين الرسالة أو اللي هو Business Card تكتب First Name الاسم الأول الاسم الأخير والعنوان وهي اللي هو Business Card أو كرت شخصي تمام كرت أعمالين كرت طاق تعمل طيب نحن بنجرب مثلا Weep Hyperlake نختار سوري نختار مثلا HTTP Moomia.net تمام نكتب مثلا زورونا أو لا تمثور جهارات جهارات تمام الانم أوكي الكلر مثلا خليه نختار لون أسود أو لون أزرق نختار لون أزرق كويس ممكن تضيف الـ Swats على أساس تظهر لاندكين كيف نقول اوكي الان ونرسل مثلا يعني نحدث أو إذا ضغطنا ضغطة بيضاء لنها طبعا الان هو كأنه صورة أو فيكتور يعني كأنه صورة أو فيكتور ف يتعامل معاملة الفكتور أو الصورة من تحريك وإلى آخر طبعا إذا بتكبر كنت ترى صوري حرف E وتكبر على كيف بالشفت طبعا على أساس يكون متوازن شفت و Alt على أساس يكون من الجهتين ويكون يعني نسبه تناسب تمام الآن بنفتح عندنا بالجوال خلينا نجرب بأفتح تطبيق اللي اسمه QR Code مثل ما قلت تلاقونه على المتجر لاحظ مجرد ما أضع QR Code لاحظ يكتشف لي بتخلينا نكبر يكتشف لي وجاب لي رسالة لا تنسوا زيارتنا ويعطاني رابط الموقع تمام خلينا أوريكم بالكام بصور لكم الرسالة أفضل على الجوال وأعرض لكم إياها تمام هذه رسالة ظاهرة عندكم الآن جاب لي إياها أول ما أضع لو نجرب من ثانية لاحظ مجرد ما أضع يعطيني طب خلينا نمسح هذا هذا الآن صار عندنا يعني ممكن نحطه هنا خلاص يعني محدد للجملة هذا طب object generate qrcode مثلا بنختار plain text مثلا مرحبا بكم في موقعي الشخصي مثلا أي شيء يعني لا ول 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 ولأ أي شيء تمام تمام نخلينا بس موقع الشخصي hashtag hashtag مثلا hashtag 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 اي شيء يعني مسارة طويلة ما ممنت محدودة لشيء ثاني مثلا القناة طبعا بضغطات الرساس يضع الكيا لاحظ نفتح تطلق QR كود على طول دائمنا مرحبا بكم في موقع الشخصي اعطينا رابط الموقع بعدها رابط القناة ايضا بصور لكم هذه الصور تشوفوا انها تعرض لكم هذا الدرس اتمنى يكون افادكم اتمنى منكم تفاعل اكثر القناة الايوم هذه جدا مشغول لكن الموقع بإذنها قريبا بأنتهي من انه كتصميم انتهى لوح تهككم باقي فيها بعض الاشياء على اساس الحماية والاشياء الاخرى المهم المشكلة من يفاضي مرة لها وعند بعض الاعمال الكثيرة اتمنى اكون افدتكم في هذا الدرس وايوعي الاستفاد لا ينسى لايك شير سبسكرايب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته